يتجاهلن النظرات المنددة للرجال الواقفين على قارعة الطريق وشتائمهم وهنا يستمتعن بنشاط لم يكن واردا بتاتا للأشيال السابقة من النساء الأفغانيات إنه ركوب الدراجة الهوائية فرؤية امرأة تركب الدراجة الهوائية طبيعي جدا في غالبية دول العالم ولكن ليس في أفغانستان ذات التقاليد الإسلامية المحافظة والصارمة وقد قرر منتخب أفغانستان النسائي لرياضة الدراجات الهوائية مواجهة هذه الأحكام المسبقة من خلال المخاطر أحيانا استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية في العام 2020 مع هدف يقضي باستقطاب مزيد من الأفغانيات لممارسة هذه الرياضة أعشق الدراجات الهوائية منذ صغر وقد بدأت بركوب دراجة أخي في حديقتنا عندما أتمرن أستمع إلى ما يقولونه لي في محاولة لإذنالي ولكن هذا لا يوقفني لا يمكنهم إيقافي وتدرك الشبات النظارات الشاجبة إلا أن المنتخب الأفغاني الذي تدربه الأمريكية شانون غالبين استعدادا لدورة الألعاب الأسيوية في كوريا الجنوبية في أيلول سبتمبر و21 أكتوبر المقبلين بات معتادا على ذلك الفريق عظيم والفتيات رائعات لا أحب أن أقوم بشيء في أفغانستان سوى العمل مع الفريق وبعد 13 عاما على سقوط نظام حركة طاليبان استفادت المرأة الأفغانية من تقدم كبير ولسيما على صعيد التربية والصحة ولم يعد دخل المرأة إلى عضوية البرلمان أمرا شاذا في السياسة الأفغانية فيما شهدت الانتخابات الرئاسية ترشح أول امرأة لمنصب نائب الرئيس إلا أن المساواة بين الرجل والمرأة لا تزال حلما بعيد المنال